السلام عليكم محمد الله تعالى وبركاته في اخر تطورات دي القضية سعد المجرد اللي التحكم اسبوع الماضي بالسجن 6 سنوات من طرف محكمة جينايات في باريس تقدم المغني المغربي سعد المجرد باستئناف الحكم اللي اصدر في حقه بالسجن 6 سنوات كم ما قلت وهذا شي اللي اعلان عليها التولتاء اليوم المحاميين دياله بجوج ومصدر قضائي وقالوا المحاميين دياله بجوج ليهما تيري ايرتزوج وجون مارك فيديدا الوكالة فرنس بخيس نظرا الى تأكيده على البراءة استئنافها سعد المجرد اليوم يعني سعد المجرد هو مقتنع بالبراءة دياله ولهذا فهو قام باستئناف الحكم اللي اصدر عليه ابتدائيا واكدت الصحف فرنسية اليوم تولتاء النبأ بين لوفيغارو لوباريزيان وكما هو معروف الجمعة اللي فاتت قدت محكمة الجينايت في باريس على المجرد بالسجن 6 سنوات بعد ما اقتنعت بانه اغتصب شابة وضربها في غرفة فندقية عام 2016 اقوى المجرد والشابة الفرنسية في انهما تعرفوا على بعطان في ملها ليلي وبقسوهم مع بعطان وتبدوا الاعجاب لكن المجرد انفى تماما واقعة الاقتصاب او اقامة علاقة حميمية مع هذه البنت وفي نفس الايطار ولكن هذه المرة القضية فيها اشرف حكيمي على كاسيدي فتحت السلطات الفرنسية تحقيق في اتهام فاتات النجم منتخب المغرب بك كفة القدم اشرف حكيمي وتهمته تهوى بالاقتصاب وقالت الصحيفة الباريزيان الفرنسية الاثنين اللي انشرت الخبر بانه اه هذه الفتاة هي العمر ديالة 23 عام وجدت المخفى في الشرطة اه نهار لحد اه فلاشية وبلغت التعبدال الاقتصاب من طرف اشرف حكيمي وبقي مصدر الحدود الساعة حتى شي بيان او تعليق رسمي لم حكيمي او لا اه تم المنادت عليه اه على اتهامات هذه علمان ان اللاعب كان حاضر في حفل توزيع جوائز اه الافضل او لا دب بست اللي انضمته الفيفا اه مساء اه اليوم مساء اليوم والمقصود مساء اليوم كانت نهار الحد يعني اه مساء اليوم يعني الحد قالت الفاتاة بانها مخصش تقدم شكوادد نجم مغربي وقربت النياب العمى فاشتحبك الدعوات تلقائيا وامرت بفتح تحقيق لكشف ملبسة القاضية بحسب اه مصدر اه نفسه حدود الساعة لم يتم الاستماع للفاتاة ولا الاشرف حاكيمي اه مقبال الناس المكلفين بالتحقيق وقالت الفاتاة للشرطة بحسب الباريزيين انها تعرفت على اشرف حاكيمي في منتصفي الناير اه اللي فات عبد دردشاء على المواقع ووصول اجتماعي انستغرام واتقت اه اشرف حاكيمي في الدرد yeahlo اه اللي اه وصلت لها بحسب سيارة اوبر اه اللي اه وصلت لها بحسب سيارة اوبر اوبر يوبر سيارة يوبر من التطبيق اللي معروف سيارة يوبر معروف يوبر قلت باللي حاكيمي اه هو اللي اه ريزيفة له هاديك السيارة وماشات عنده الدرد تمنها تعرضت لاقتصاوب وتمتج بدي لما لبيت لها حسب الأقوال التي توتقت في محاضر الشرطة مضيفة أنها تصلت بوحدة صديقة لها مباشرة من خرجة من الدار له من الدار للنجم المغربية وكي ترجع لها هذه هي الأقوال التي صرحت بهذه الفتاة هذه في إطار الدعوة الأولى وإطار القادية الأشرف حاكيميتها وفقا الصحيفة الفرنسية النفس الصحيفة الفرنسية لأنها حاكيمي في ذلك الوقت هذا هو كان بوحده في الدار وممشاش مع الفريق دياله ممشاش مع الفريق دياله ومارسيديا بدعوا أنه كان مصاب وكما أن الأصفة دياله الساعة إجازة نهاية الأسبوع في دوباي يعني أمراته ووليداته كانوا في دوباي هاتش اللي كان الحدود الساعة وأي تطورات إن شاء الله هل سنوفيكم بها سواء في القادية الأولية القادية المجرد أو لا القادية الأشرف حاكيمي اللي يعني هي في إطار التحقيق من طرف الشرطة الفرنسية ونشوفو فين غدا توصل هات تحقيقات هادي وهاتش اللي اعطال الله هاد الساعة هادي وكنوا عندكم إن شاء الله أننا يعني في متابعة هاد الملفة تهدو بجوج وغنوفيكم بالجديد يعني إذا اقتبنا عن نوفيكم بالجديد يعني يومياً هنوفيكم بالجديد يومياً شكراً على المتابعة كم معكم محمد العلوم من قناة التواني الشاملة إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله شكراً